فرمان عاجل من وزير التموين علي المصلحي واجب التنفيذ فورا لجميع المواطنين اهلا بكم ادعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك قال علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا يوجد عمل ببدل الفاقد او التالف لبطاقات التموين لحين ضبط القواعد وسيتم ذلك في مدة تراوح من 6 اسابيع الى شهر تقريبا واضاف في تصريحات خاصة لبرنامج على مسئولتي ان الامور العادية في التفاعل مع بطاقات التموين مستمرة بعد حين ضبط القواعد الخاصة بالتموين وتابع علي المصلحي ان التوجه هو حماية الفئات الاكثر احتياجا ونساعد بقدراتنا ايضا قائلا من لا يستحق الدعم لا نخاف منه ونقول له لا تستحق وشدد وزير التموين على اننا نريد حماية الفئات الاكثر احتياجا كما ان هناك مواطنين يحتاجون الدعم ويجب ان نقف بجانبهم كما ان هناك مواطنين اكثر احتياجا ويستحقون الدعم وكشف الدكتور علي المصلحي انه يتم التعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من اجل ان يكون لدينا خريطة كاملة لقيصل الدعم لمن يستحقه كما اننا نسعى لانه يكون لدينا عمل متميز يعبر عن احتياجات الجميع قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه ما تم انجازه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 لم يتم انجازه في اي فترة سابقة كما اشار الوزير خلال مدخلة هاتفية مع الاعلام احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي الى ان دوان عام الوزارة سيتم نقله الى العاصمة الادارية ونظام العمل سيختلف تماما عما هو موجود حاليا بسبب بناء العاصمة التي انشأت على غرار احدث المدن مضيفا ان العاصمة الادارية تعد نقلة موضعية هائلة وليست تطويرا تاريخيا ولفت الى ان هناك خلية نحل تعمل حاليا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة لكي يتم تقديم خدمة متميزة للمواطن متابعا انه تم تحويل العمل في وزارة التموين الى النظام الرقمي وحول توقيت انتقال الديوان قال انه لن يتم اصدار قرار رسمي حتى الان لكن لو حدث سيتم الانتقال في الربع الاخير من العام الجاري وبشأن القدرة التخزينية لصوامع القمح اوضح انه في عام 2014 كان حجم التخزين للقمح مليون وربعمائة الف طن قبل ان يرتفع حاليا الى تلاتة مليون وربعمائة الف طن قدرة تخزينية في الصوامع خلال السبعة سنوات مضيفا ان الصوامع تحمي القمح من التسوس والقوارد ونوها بان هناك عشر مليون طن من القمح يتم استهلاكها سنويا مشير الى ان هناك خطة لانشاء صوامع قمح في تشكيا بعد زراعة مليون فدان قمح خلال تلس سنين لانتاك تلاتة مليون طن واضاف ان التموين حصلت على محصول من تشكيا قدره متين وخمسين الف طن قمح وتابع ان الدولة تدعم رغيف الخبز بثلاتة وخمسين مليار جنيه مشيرا الى ان مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة ستة اشهر ونصف واكمل حديثه ان الدولة تستورط طن القمح بثمنمية تمانية وسبعين دولار مقابل سبعمية خمسة وعشرين للارذب من المزارعين مضيفا انه تم شراء القمح من الفلاحين بخمستاشر مليار جنيه بينما يستفيد حوالي واحد وسبعين مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين وكشف ان مصر لديها اكتفاء ذاتي باكتر من خمسة وتمانين في المية من السكر وخلال العام المقبل سيكون لدينا اكتفاء ذاتي كامل مؤكدا في الوقت ذاته ان مصر من اهم الدول المصدرة للبطاطس واعلن انه بداية من واحد سبعة اللي جاي سيتم رفع الحد الادنى للاتب الموظفين الى الفين وربعمية جنيه حتى يستسنى له الحصول على بطاقة التموين الجديدة مؤكدا انه سيتم استخراج بطاقة التموين للفئات الاكثر احتياجا ونفى وزير التموين ارتفاع اسعار اللحوم في منافذ التموين مؤكدا انها مستقرة عند 65 جنيه للكيلو اللحوم المجمدة و85 للحوم الطازجة بينما يتعلق بالدواجن شدد على ان مصر لديها اكتفاء زاده من التواجن بنسبة 97% وحول اضافة الموليد للتموين توقع اضافة مليون الى 3 مليون لم يضافوا من 2005 على التموين خلال الموازنة القادمة لللي قادر يستحمل معانا يستحمل مشيرا الى ان جاءحة فيروس كورونا كانت السبب وراء تأجيل اضافة الموليد بعد توجيه 14 مليار جنيه لوزارة الصحة بسبب جاءحة الغاء اجازة منتصف العام الدراسي الحالي اليكم الحقيقة كاملة اعلن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه ما انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن صدور قرار بالغاء اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021-2022 عاري تماما من الصحة وتواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الانباء مؤكدة انه لا صحة لصدور قرار بالغاء اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021-2022 وانه لم يصدر اي قرار بهذا الشعب واوضحت ان اجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي من المقرر ان تبدأ من خمسة فبراير وحتى سبعتاشر فبراير ولمدة خمستاشر يوم مناشدة طلباب واولياء الامور بعدم الانسياق وراء مثل الشائعات مع استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وفي سياق متصل تم البدء في الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترمي الاول للسفوف النقل والشهادة الاعدادية وقد تم التنبيه على جميع المدريات باتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الامنة بين الطلاب مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان لمواجهة الفيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الاصابة بعدوة فيروس كورونا والحفاظ على سير العملية الامتحانية دون ازمات او معوقات ان اعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الان الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك شكرا لك على المتابعة ونتمنى لك يوما سعيدا إلى اللقاء